هذه التوافقات وهذه التشكيلة الحكومية على وقع الخوف وربما حتى الفزع من انفجار الأوضاع في الشارع وأن تأتي بالشكل الذي جاءت به بشكل اللون الواحد والطيف الواحد كما أشرت بالتالي هل تصمد أساسا هذه التوافقات؟ أصلا هي التوافقات ضمن محور واحد هناك تصور أن هناك بعض الدول من سيعوم لبنان هذه كلها أوهام لن يعوم لبنان هكذا مع الأسف الشديد لبنان هو أمام طاقم حاكم من كل الفئات من الذين اشتركوا ومن الذين سيعارضوا كل هذا الطاقم الحاكم بكل تنوعاته وأمام انتفاضة من دون قيادة ومن دون برنامج ومن دون بوصلة لا نعلم أي سيناريو ننتج إليه سيناريو يوناني، سيناريو منزولي، سيناريو سومالي هناك صلاحية انتهت لمنظومة انتهت صلاحية هذه المنظومة وهي لا تريد الاعتراف الآن البلد مأخوذ للإفلاس هو أفلس البلد حولوه لعالم خامس ويستمرون بالتكاذب على الناس يستمرون بالمحاصصة ثلاثة أشهر ويستمرون يرتكبون المعاصي باسم الوطن يعني ليس هناك حتى الحد الأدنى من الخجل عندما يرون أنفسهم في المرآت نحن أمام طبقة سياسية عاهرة بكل ما لكلمة من معنى وهي مسؤولة عن خراب المعمورة كما يحصل الآن في لبنان الشباب الذين انتفضوا أو الذين فكروا في لحظة نادرة بإمكان تخطيهم الحواجز اخترقوهم لم يدعوا هذه الانتفاضة النظيفة على ما بدأت عليه والآن هناك مأزق أمام الجميع وأظن أن هكذا فريق لن ينجح ليس عندنا الوقت للطرف السياسي ولتجربة هؤلاء اليوم يتوجب الآن إيجاد صيغة إنقاذية وحتى الآن ليس هناك من يفكر إلا بمصالحه الشخصية والمصلحة الوطنية لا تعلو على هذه المصالح والإنقاذ غائب ومضيع ترجمة نانسي قنقر